مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صلت الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية المركز أشار لعدة تقارير دولية متعددة من أبرزها تقرير تحت عنوان انهيار المناخ 2024 ست شهور من الفوضى المناخية التقرير كمان اتكلم عن الأحداث المناخية المتطرفة اللي احنا شفناها واللي بقت موجودة في مختلف أنحاء العالم مناتج عنها أضرار وصلت قيمتها لـ 41 مليار دولار وده طبعا تأدير أقل بكتير من الواقع خلينا نتبع التفاصيل أكتر والقراءة وافية في التقرير ده بالرحب يضيفنا في الستوديو الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب أهلا وسهلا بك يا دكتور وصباح الخير على حضرتك صباح الخير أهلا وسهلا احنا بنتكلم كلنا في المقادمة عن التقرير حقدرتك لو تقولنا إزاي قريط التقرير فعلا حضرتك شايف أن التوصيفات اللي موجودة في التقرير واللي قالت أن احنا بنشوف انقلاب أو واحد من أهم الانقلابات المناخية اللي ممكن نكون بيشهدها العالم ده كلام حقيقي ولا مبالغة أوصف فيه مراحل يعني غير الـ climate change أو التغير المناخ غير الـ climate shift climate shift معناها انقلاب مناخي وده ده الخطورة اللي كل الهيئات الدولية بتحاول تعطي انظار شديد اللهجة أنه الـ climate shift أو الانقلاب المناخي مختلف تماما عن التغير المناخي التغير المناخي أن احنا نلاقي درجات الحرارة زادت درجة أو اثنين أو ثلاثة أو زي ما حصل في أسوان وحصلت في مناطق أخرى بالعكس وبالتالي مسائل تغير المناخي لا يمكن السيطرة عليها لأنه أسبابها انطلقت دون توقف ليه بقى؟ لأنه جميع أنواع الحرق اللي تمت منذ الثورة الصناعية وحتى الآن لم تتوقف مرورا بالفحم والبترول وكل أنواع الوقود المستخدمة معناها أننا بعمل حاجة اسمها الحمل الكربوني الكربوني لوت ده أننا بزود نسبة الكربون في الجو فبزود مأساة ما يطلق عليها الاحتباس الحرارة الحرارة لا تستطيع حاليا أنها تخرج بره الغلاف الجوي فالغلاف الجوي بيحبسها يعني هي بيحبسها؟ يعني تطلع الإنفراريد الأشعة تحت الحمراء دي اللي هي بتسخن سطح الكرة الأرضية عايزة تهرب وتطلع في الفضاء الكوني يرجعها الغلاف الجوي من كتر الملوسات مش قادر يستوعبها فبيرجعها تاني لسطح الكرة الأرضية فتكون النتيجة أننا بنسخن سطح الكرة الأرضية وده على فكرة ده اللي بنقول عليه لاحتباس الحرارة أننا حبسنا الحرارة فوق سطح الكرة الأرضية مش عارفة تطلع فبتكون النتيجة من أكتر من 40 ل 45% من كل النظم البيئية بيحصل لها تدمير أنك تمشي مثلا في طريق على أسوان تلاقي الكسبان الرملية بدأت تزحف وتغطي النباتات أنك تمشي في منطقة أخرى يبقى المنطقة دي الصبح برد جديد والدهر حر جديد وبعد الدهر خريف فالمسألة فيه فصلين اختفوا يعني فصل الربيع والخريف اختفوا وبقى عندنا فصل الشتاء وفصل الصيف بس ودي أزمة المناخ العالمية أني مش هنرجع لها إلا لو قفت الدول العشرين المسببة للتلوث عالميا عن هذا الحجم من حرق البترول والفحم ومشتقات الكيروسين وغيرها انهيار المناخ 2024 ستة شهور من الفوضى المناخية ده عنوان التقرير التقرير بيشير إلى خسائر مادية كبيرة تصل إلى حوالي 41 مليار دولار وطبعا إلى جانب الخسائر البشرية والأضرار اللي بتلحق بالنظم البيئية في العالم كله نتوقف عند اقتصاديا التكلفة الاقتصادية لمثل هذا التغير المناخي هذا الرقم حضرتك شايفه إزاي لا هو رقم يعني يعتبر شبه حقيقي وقريب جدا من الواقع وفي نفس الوقت يمكن تحتاج الدنيا كلها على تغيير النظم العمرانية ونظام الإسكان وأنا سعيد إن وزارة الإسكان يعني ليها دور دلوقتي في تصميم الأماكن وتصميم المباني وتصميم الشوارع التي تستطيع أن تخفف من زحام الغازات اللي طلعة من كل الأنواع من الطيرات ومن الأوتوبيسات ومن التاكسيات ومن كل ده في العواصم الكبرى في العالم كله المدن الكبرى في العالم كله فوق المدينة بنتصور بالإنفرارد بالأشعة تحت الحمراء إن دي منطقة مليانة ملوسات ومليانة ملوسات يعني مش عارفين نتخلص فيها من حجم الاحترار بنزود لاحتباس الحراري فبتكون النتيجة نقول للناس لو سمحت إنت بتشتري عربية وإنت بتشتري عربية اشتري 14 شجرة مع العربية وال14 شجرة دول هم دول اللي بيقولوا عليها السينك اللي هي إن انت بتشفط فيها الملوسات الكبيرة أكسيد الكربون وغيرها وبتطلع من نفس الورقة الشجر مصنع أكسوجين يعني أنا باخد الجزء الكربوني وبمصه وفي نفس الوقت بديلك مكانه أكسوجين فبصلح الجو فأنا بقوله وإنت بتشتري العربية بتاعتك اللي 14 شجرة دول بالورق بتاعهم لما جينا نقطع الورق عمل لنا أربعة متر أربعة متر أوراق يعني معناها أربعة متر مصنع أكسوجين وبالوعة أكسيد كربون ودي على فكرة أهمية النباتات الناس فاكرة أنها مجرد زينة لا دي مرتبطة بالجهاز الرئوي بتاعنا بالجهاز التنفسي بتاعنا ويجي الراجل يشتكل الدكتور يقوله أنا حاسس أن أنا عندي حساسية وعمل كحة وكذا فطبعا هو لأنه معرض نفسه لكثير من مستوى الأتربة على مدار 10 ساعات أو 8 ساعات لكن هو لو خفف دي وقعد على كورنيش النيل يعني النهاردة تمشي على كورنيش النيل حاجة تفرح بصراحة لا يعني كورنيش النيل ثلاث مستويات فيها وسع كبير جدا على شط النيل تحت وتشوف الشباب والسيدات والأسر كلها مستمتعة بهذا الموضوع لمجرد أن احنا أضفنا أشجار لأنه ده هو مصنع الأكسوجين اللي هيخفف أزمة التلوث للخاصة بالتغير المناخي أو علشان نبقى صراحاء الانقلاب المناخي المتوقع طيب يعني هو طبعا مش هو اللي عرض نفسه هو ظروف العمل أو ظروف المكان المحيط بيه هو اللي بتعرضه أكيد بش هو اللي رايح يدور على التراب ويقف فيه لكن لو جينا اتكلمنا يا دكتور أن التقرير كمان قال أن حيحصل كتير من الأحداث المناخية المتطرفة إيه اللي ممكن يحصل أكتر من اللي احنا فيه إحنا دلوقتي بقينا طول الوقت الجو حر جدا وفي الشتاء الجو برد جدا بس درجة التجمد إيه اللي ممكن يحصل أسوأ من اللي احنا فيه أوقع يمكن قررت أفريقيا برضو عشان نبقى منصفين يعني محظوظة شوية عن بقية القرات القرات التانية زحام شديد يعني لما نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية مثلا والحجم الصناعي اللي فيها في أمريكا الشمالية لا يقارن بأمريكا الجنوبية ورغم أنه مثلا غابات حض نهر الأمازون دي هي كانت الرئة الرئيسية للكرة الأرضية وللأسف في فترة ما جاء رئيس برازيلي فقطع تلت غابات حض نهر الأمازون لما قطع تلت غابات حض نهر الأمازون زود المشاكل الخاصة بتغير المناخ لأن احنا فقدنا مصنع أكسجين بفقدان غابات الاستوائية الغابات الاستوائية دي يعني تمشي فيها ما تشفيش الشمس من كتر الشجر اللي فيها فجي رئيس برازيلي وراح مرة واحدة شايل تلت الغابات اللي على مستوى العالم كله ودي عمل التأثير محدش شافها لبعد ست سنين تأثير في العالم كدير مش بس في البرازيل او في حض الأمازون اه طبعا حض الأمازون عمل أزمة الجفاف بتاعه وأثر في أفريقيا صحيح يعني الجفاف اللي حصل في أفريقيا بلا زنب كان سببه قطع الأشجار الكسيفة اللي موجودة في حض نهر الأمازون لكن الحقيقة نازم نقول برضو أن فيه صحوة ومبادرة الرئيس السيسي بالمئة مليون شجرة والاتفاق اللي تم مع الجزيرة العربية كلها وليه لأهد السعودي بحيث أن يبقى الشرق الأوسط على بعضه فيه أكتر من اتنين مليار شجرة تقدر تمتص حجم الملوسات وتديه لك أكسوجين يقدر يتعاون مع تخفيف الأزمات الخاصة بالمناخ ظواهر فيها تطرف وانقلاب مناخي أو مناخي زي ما حراك بتقول في غرب أسيا شفنا أمطار غزيرة جدا في الأمازون شفنا قطع الغابات وده أدى إلى وفاة حوالي 169 ألف شخص الظواهر المتطرفة مناخيا دي الدول إزاي ممكن تتكيف معها أو تتعامل معها وهنا عايزين حضرتك توضح لنا أكتر فكرة التكيف البيئي يعني كل دولة أو كل مجموعة من الدول إزاي بيكون باستطاعتها أنها تشتغل على التكيف البيئي لمواجهة هذه الظواهر الجديدة هو الحقيقة فكرة اللجوء إلى مثلا التكيفات بهذا الحجم وبهذا الضخم والناس لها حق طبعا لكن لو إحنا رجعنا بس الجزء من تفصيلة الشبابيك والإزاز اللي محطوط على البيوت كان بيبقى دايما فيه جزء يبقى سهل يتفتح وتقفل والجزء اللي فوق الشيش يخفف جدا حجم الشمس وحجم السخونية ويجي لك تهوية طبيعية لكن إحنا كله عايزين نعمله صناعي مستعجلين في أن إحنا كل حاجة الأوضة بتاعتنا كلها تكيف والصالة كلها تكيف لكن لو دينا بس فرصة للهوى الطبيعي في البلكونة وللهوى الطبيعي بالشباك والأعدل طبيعية على كورنيش النيل هو ده كأني عملت مصنع أكسجيني يخفف حجم التلوث اللي سببته السيارات والطائرات والمراكب لأن انت بتتكلم على يعني مثلا دلوقتي الجزء بتاع المحيط الهادي فيه نسبة حمضية دلوقتي بقى أسدق وبالتالي جزء كبير نبص على الدلفين والحيتان جاي عندنا في البحر المتوسط جاي الحوت نفسه جلده مستلخ جلده مستلخ من إيه لأنه اللي بنقول عليها بالبلد ميت نار إن أكسيد الكابريت والنيتروجين دي لما تيجي فوق سطح المية في البحر المتوسط أو في المحيط الأطلنتي أو المحيط الهادي بتحول الطبقة دي كأنها أمطار حمضية والأمطار الحمضية دي تلغي وتموت كثير من الكائنات ومثلا إحنا الترسة الأخواننا في اسكندرينية حبوا يشتروا الترسة وكده دلوقتي بقت مصنفة إنها مهددة بالانقراض ومنحط لها علامات لو سمحتوا سيبوا الترسة لأنه الترسة لما انقرضت الناس بدأت تتلدغ من كائنات أخرى يعني بتبقى زي الشفافة كده ومع ذلك الولد ينزل للبحر يلاقي فيه حاجة لساعته ونتيجة إن الترسة دي قلت وبقت معلنة في سويسرا مثلا فيها المكان اللي بيتعامل فيه كل الشكاوي الخاصة بانقراض الكائنات بقى على أول حاجة فيها الترسة بتاعتنا دي والترسة دي الناس فهمة إنها شكلها بس حلوة طبعا السلحيفة شكلها حلوة بس لها وظائف بس لها وظائف بتساعد كثيرا في تخفيف أزمة المناخ وفي نفس الوقت لابد من يعني أنا سعيد إنه يعني سيد رئيس الوزراء أساسا من معهد بحوث الإسكان فإحنا سعداء إنه هم برضو بيدوا لو حياتك شفت على طريق ود النطرون شكل المباني بيدي فرصة إنه إنت يبقى فيه تهوية وفيه شمس وفيه كذا يعني بقى لاش حكاية البلوكينج دي إنه نقفل كل حاجة ما لازم يبقى فيه هوا وفيه شمس وفيه طيارات بتجدد هذا المناخ فبتخفف من الأثار الضر مهمة جدا في المعمار وفيه وأنا تبعت التقرير الصادر عن وزارة الإسكان والتعمير ومن رئاسة المجلس الوزراء اهتمامهم بما يطلق عليه الكلين تيكنولوجي أو التكنولوجيا النظيفة مهم جدا إنه إحنا نخفف حجم المخلفات اللي طلعا من الأثار لأنك بالآخر كل إنت ماشي موتوسيكل وماشي سيارة وماشي أوتوبيس وماشي كذا كل ده مطلع أكاسيد كربون وأكاسيد نايتروجين وأكاسيد سالفر فكأنني أنا بعمل يعني مياه حمضية بعمل أمطار حمضية اللي العالم بيشتكي منه بسببه هذا التلوث الغير عادي طبعا لو تلاحظ أن فيه دلوقتي مشاكل في المناخ لأنه بدأت الولايات المتحدة وعد الدول يعملوا محاولات اصطناعية للاستمطار فعايز يعمل ينزل مطر هم نجحوا في أنه هم يعملوا هذا الاستمطار الصناعي بس المطرة لما جات رح تنزلها على البحر الأحمر وما رزلتش على الأراضي بتاعتهم فهي محاولات جدة بس لا يمكن أن نقول فيه ودون الخمسة وعشرين سنة اللي جاية أن احنا هنغلب المناخ لا المناخ ظاهرة طبيعية لازم نتأقلم معها ثم يحصل أدابتيشن هذا التكيف اللي معاها بحيث أن احنا نحافظ على المناخ الطبيعي وفي نفس الوقت نزود الانتاج الزراعة احنا دلوقتي بنزرع الثلاث زي ما بيقوله ثلاث مرات يعني شت ويصيفي وبقى فيه دلوقتي العروة النيلية يعني بقى دلوقتي الفدان الفلاح تبصت لا يعني عنده نخل وعنده شجر سمر وعنده في نفس الوقت نبات تحت بقى تزرع ثلاث أنواع من نباتات على نفس الفدان الاثناشر مليون فدان اللي مصر بتزرعهم تقدر تضربهم في ثلاثة يعني ستة وثلاثين مليون لأننا بزرع ثلاث مرات على نفس المساحة الأرضية طبعا غير بقى المشروع الضخم اللي احنا في انتظاره أن مياه بحيرة القرون ستنقل كثيرا لمدينة الحمام في واحد ونص مليون فدان رئيسي سيفتته قريبا تحذيرات قوية الدولة المصرية بقالها كتير بتتكلم فيها من التغيرات المناخية وده يمكن وقت صدافة كوب 27 ده اللي حضرت منه الدولة وقامت بكتير من المبادرات ويمكن احنا عندنا رؤية لمصر عشرين تلاتين فيها خطة مناخية قوية يعني وكملة نقدر نشتغل عليها إن شاء الله السنين الجاية كل شكرا لك الدكتور مجزي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وامين اتحاد خبراء البيئة العرب شكرا لوجود حضرتك شرفتنا ونورتنا فندم